اهلا بكم من جديد الى هذه الجولة في اخبار العالم ابدأها من اليمن حيث اعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن في ساعة مبكرة من صباح يوم الاحد اعلن اقامة ادارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية بانها سيكون لها تابعات كارثية واعلن بيان للمجلس في ساعة مبكرة من صباح يوم الاحد الادارة الذاتية للجنوب اعتبارا من منتصف ليل السبت الخامس والعشرين من ابريل وحالة الطوارئ العامة في العاصم عدن وعموم محافظات الجنوب واضاف المجلس انه سيسيطر على ميناي ومطار عدن ومؤسسات اخرى تابعة للدولة مثل البنك المركزي واصدرت الحكومة المعترف بها دوليا ومحافظات شبوة وحضرموت وسقطرة وهي من بين المناطق القليلة الخاضعة لسيطرة التحالف اصدرت بيانات منفصلة ترفض فيها اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي طرحت مجموعة العشرين اليوم الاحد مبادرة دولية لتسريع الوصول للادوات الصحية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وقال محمد الجدعان وزير مالية السعودية الرئيس الحالي لمجموعة العشرين ان المجموعة ما زالت تعمل لسد الفجوة التنويلية لمكافحة هذه الجائحة والتي تقدر بثمانية مليارات دولار واضاف الجدعان في بيان دشن مبادرة تسريع الوصول للادوات الصحية الخاصة بجائحة كوفيد تسعة عشر سوف تواصل مجموعة العشرين جهودها في تعزيز اطار التعاون العالمي على جميع الجبهات واهمها سد الفجوة التنويلية القائمة حاليا في القطاع الصحي واضافا المجتمع الدولي لا يزال يواجه حالة عدم يقين تجاه مدى عمك ومدة هذه الازمة الصحية سيتعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لضغوط فور عودته للعمل غدا الاثنين لوضع خطة لتخفيف اجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعد ان تغيب عن العمل لثلاثة اسابيع بسبب اصابته بالمرض الذي يسببه الفيروس وقال مصدر في رئاسة الوزراء اليوم الاحد ان جونسون الذي قد سبوعا في المستشفى في اوائل ابريل نيسان بينها ثلاث ليال في العناية المركزة يتطلع للعودة من مقر اقامته الريفي لمكتبه في داون دينغ ستريت وفي غيابه واجهت الحكومة انتقادات متنامية من الطواقم الطبية في المستشفيات ودور الرعاية بشأن عدم تزويدهم بالامدادات الكافية ومعدات وادوات الوقاية وبشأن مستويات اجراء فخوص كورونا التي تقل بكثير عن المستهدف حذرت المانيا اليوم الاحد من الاسراء بعادة فتح الاماكن السياحية قبل الاوان واشارت الى ان منتجعا اوروبيا تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا الى كثير من السياح الالمان وقال وزير الخارجية الالماني هيكو ماس ان على اوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد واضاف ماس في تصريحات صحفية ان السباك الاوروبي على من يسمح بحركة السياحة اولا سيؤدي الى مخاطر غير مقبولة واضح المسؤول الالماني ان اوروبا بحاجة للاتفاق على معايير مشتركة لعودة حرية التنقل والسفر في اسرع وقت ممكن لكن بكل المسؤولية التي تقتضيها الضرورة بعد تضارب بشأن صحة زعيم كوريا الشمالية على مدى اليومين الماضيين ظهر الاحد ولأول مرة منذ حوالي اسبوعين تصريح منصوب لكيم جونغ اون فقد افاد الراديو الرسمي لكوريا الشمالية صباح اليوم الاحد بقيام كيم جونغ اون بشكر عمال وموظفين كوريين في اول اشارة لنشاطه الاعتيادي بحسب ما نقلته وكالة نوفيست الروسية الا ان صيغة رسالة الشكر التي ارسلها الزعيم الكوري لم تتكشف بحسب ما اوضحت وكالة انباء كوريا الجنوبية يذكر ان تكهنات عدة ثارت بشأن صحة كيم بعد غيابه عن مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد جده كيم ايل سونغ مؤسس كوريا الشمالية يوم الخامس عشر من ابريل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة